تقريباً من عام 2007 معظم الجامعات تكون مكاتب البحث العلمي فهذا التنوع في عمل مكاتب البحث العلمي تطلب حالياً أن نطور أدوات التواصل وأدوات العمل مع بعض قطع التواصل مع رديو المحضة العلمية الأولادية هي أن تصمد المساعدات في معجمات البحث العلمية قطع التواصل في 2030 هو أن يتواجه إلى كتاب البحث العلمية لذا كان يضفح في هذه المنطقة بإذن أن يتحرك منبولهم في مجتمع ويعطيهم مكانهم لتعرفونهم إلى مستوى الناس ويجعلون مجدداً هذا سيقوم بعمل إمكاني الأجندة في قطع أنا أتوقع هذا المجتمع ممكن يشمل الموظفين في مكاتب البحث العلمي بعض الأكاديميين اللي موجودين في الكليات والمراكز البحثية القائمين على إدارة البحث في هذه الكليات إذا أردت أن تتعامل إذا أردت أن تتعامل مع الناس في المكان إذا أردت أن تتعامل معك أيضاً هذا هو طريق لك أن تبدأ ترجمة نانسي قنقر